باقة من خدمات دعم المزارع الانتاجية في الشرقة أطلقتها دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الإمارة بالتعاون مع جهات حكومية محلية دائمة تهدف إلى توفير حلول آمنة ومستدامة توفر معها منظومة اكتفاء ذاتي متكابلة بأعلى معايير السلامة الغذائية وتدعم أصحاب المزارع باعتبارهم رافدا فعالا في منظومة الأمن الغذائي تعتبر هذه الحزمة هي الحزمة الأولى للمزارع الانتاجية الحقيقة تبتعد من كونها تقدم تسعير مخفضة للكهرباء والمياه إلى تقديم منظومة للارتقاء الشامل بالمزارع في إمارة الشارقة من المزارع التقليدي إلى المزارع الاحترافي والذي سيتمكن بمجبه من الحصول على شهادات تفيد بأن الزراعة التي يقوم باستخدامها وانتهاجها والممارسات التي يقوم بانتهاجها هي ممارسات الزراعة الآمنة المستدامة العضوية اليوم نحن نواجه مشكلات كثيرة وخاصة في الآمن الغذائي على مستوى العالم ونحن جزء من هذا العالم وبالتالي علينا أيضا أن نقوم بمجهودات كبيرة في سبيل أن نوفر الحاجز على الأقل المستوى الذي نحن نقدر نوصل إلىه بالنسبة للعملية الانتاجية خدمات دعم اعتمد آلياتها المجلس التنفيذي لإمارة الشرقة تشجيع للمواطنين للاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتمكين القطاع الخاص من المساهمة في التنمية الزراعية 56 مزرعة انتاجية في المرحلة الأولى ستنال أوجه الدعم المتعددة خاصة في تسعيرة الكهرباء والمياه وفقا للوائح واشتراطات المرحلة الأولى تم نحصر 56 مزرعة في مدينة الشرقة هذه المزارة سيشملها الدعم كمرحلة أولية ولكن المذكرة هذه ستكون باب لتفتح مجال الكثير من المزارة لا ممكن تتقدم بطلب الدعم خطوة تعزز الممارسات الحديثة في المجال الزراعي بما يضمن تحقيق مستهدفات الشرقة في المحافظة على الموارد الطبيعية الغذائية وتعزيز تنافسيتها العالمية في الإنتاج الزراعي خدمات من شأنها أن تذلل العقبات أمام المزارعين لتضمن معها دخول مزيد من المزارع الانتاجية الأمر الذي مشانه تعزيز منظومة الأمن الغذائي لمركز أخبار قنوات أبوظبي أحمد الطنيجي الشارقة